وتناقض قبة مجموعة السبعة في جنوب غرب إنكيلترا وتمثل يوم السبت اليوم الثاني من مناقشات قادة بعض أكبر اقتصادات العالم تشمل القضايا التي تتصدر جدوى العمال القمة تغير المناخ والأمن السيبراني والعلاقات مع السين ودعت السفارة السنية في المملكة المتحدة الدول إلى الدعم بالتعددية والنظام الدولي القائم على المثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقال المتحدث باسم السفارة السنية في المملكة المتحدة إن السين تأمل في أن تتخذ الأطراف المعنية إجراءة للمساعدة في انهاء الوباء ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وتعزيز الامتعاش الاقتصادي